بالنسبة للجلوس مع المدخنين أولاً إذا كان هذا الجلوس يومي لا يصلح أبداً إنسان يوميين يجلس معهم يدل أنهم مدخنون ولا ينكر عليهم بعد ذلك لن ينكر خلاص لابد أن يحسيسهم أن هذا خطأ إما بالكلام وإما بالخروج يعني ما يبقى في المجلس هذا أمر الأمر الثالث أنه إذا قدر أنت في مجلس مثلاً ما قصدت وكذاك وكان في واحد مدخن ما عليك شيء إن شاء الله تعالى يعني أنك تخرج من المجلس ضروري أو كذا لكن لا تتكرر جيدك المجلس وهذا لا يبالي بك ويدخن مكان إذا رأىك استحى وخرج ليدخن أو كذا أو أنت تخرج إذا دخن مثلاً أو كذا تخرج لا تجلس ويدخن السجار وكذا فهذا طيب جداً لكن القصد أن لا يتساهل الإنسان في هذا الأمر وليست هي مثل خمر ولا هذا لا أبداً ما أنت ملزوم تروح الدوانية إذا كان دوانية الوالد إذا دوانية الوالد أنت مجبر هنا لبر بالوالد زيل ما في باس إن شاء الله تعالى لكن يرى تقول حق الوالد إنه يقول لهم اللي بيدخن لا تزعجون للناس حتى يأخذهم باب الصحة الصحة والمرض أو تشوف لك شايب جريء شوي شدي حليو خله هو يتكلم تلقى والله تلقى ترى هي تبيلها شيء من الحيلة إذا تشوف لك شايب شيء يقول لها أنا ما قدر أتكلم لصغار سني فإنت تكلم قولي يا جماعة لا تضرروننا اللي بيدخن يدخن برا أو يقول لنا نطلع لن يدخن نرجع بعدين ترى زيلة ترى جري جري